سبيل للإعلام تقدم قصص الأنبياء بالعامية السودانية سيرة الحوارين الحلقة التاسعة أهلاً 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 لكم مرحب اتفضلوا مرحب لكم الحمد لله إن شاء الله هسمحكم لا حسري في المرة الفاتت يا شباب قلنا إنه بعد نزول السر الإلهي على المؤمنين الغير يهود بطرس عمدهم وخالطهم وأكل وشيرم معاهم لكن المؤمنين في منطقة يهوزة بما فيهم الحواريين من اليهود لما عرفوا الكلام ده انتظروا بطرس ولما رجع للقدس واجهوه وانتقدوه وقالوا له الكلام ده مخالف لعقيدتنا وبطرس بعد ما شرح للمؤمنين في القدس الأمور بالتفصيل بالشكل اللي حصلت بيه واصل حديثه وقال ليهم يا جماعة لما كنت بكلم الناس ديال عن رسالة النجا السر الالهي حل على اللي كانوا موجودين منهم زي ما حل علينا نحنا قبال كده طوالي ذكرت الكلام اللي كان قالوا لنا سيدنا عيسى عليه السلام وهو انو النبي يحيا غطس الناس في الموية لكن انتو حتغطسوا وتتملوا من السر الالهي واذا كان الله جل وعلا نفسه انعم على الناس اللي كانوا مجتمعين في بيت كورنيل بالنعمة زي ما انعم بها علينا قبلهم لما امننا بالمسيح يبقى انا منه عشان امنع امر الله اهل مؤمنين ديال لما سمعوا كلام بطرس ده هدوا وسبحوا الله وقالوا الحمد لله الحمد لله اللي انعم بفضله ونعمته علي ناس من غير اليهود برضو بالتوبة ايوة بالتوبة التوبة اللي بتمنحهم الحياة في دار الخلود يا بختهم ويا بشراهم يا بختهم يا جماعة كثيرين من ادباع سيدنا عيسى عليه السلام اتشتتوا في بلاد كثيرة بسبب الاتحاد اللاقوه بعد نشاط اصطفان اللي اليهود رجموه وكتلوه المؤمنين ديال اتشتتوا في مناطق كثيرة اهمها جزيرة قبرص ومنطقة فينيقية اللي كانت اهم مدنة سور وصيدة ومدينة انطاكيا اللي هي في تركيا دلوقتي وبتذكر كمان كانوا بينشروا رسالة بين اليهود بس زي عادتهم دائما لكن بعد عدة سنوات بعض المؤمنين ديال اللي كانوا اصلا قيروانيين او قبارصة لما جولي انطاكيا بيقوا بتكلموا عن سيدنا عيسى مع الناس الغير يهود برضو صح وبيبلغوهم رسالته يا كلام صح والتبليغ دا كان بعون الله خل كثيرين منهون بيقبلوا الدعوة وبيؤمنوا بالمسيح مختار الله صح وبردو يا خلت صفية انا قريت انو والاخبار دي لما نوصلت لي بعض المؤمنين في القدس قاموا رسلوا برنابة لي مدينة انطاكيا دا كلام صح وبرنابة دا وبرنابة دا كان راجل كريم وصالح ومليان بالسر الالهي عشان كده لما نوصل لانطاكيا وشاف كيف انو الله هذا الناس الغربة ديل للطريقة القويم في رح فرح شديد وبيقى يشجع الناس ديل ويثبتهم في الايمان اها في الوقت دا كان في ناس جداد كثيرين برضو امنوا بالمسيح عيسى وبتذكر برضو بعد فترة برنابة سافر من انطاكيا ومشا لي مينا ترصوص لانو كان بفتش في شاول ولما لقاه هناك ساقوا معاه ورجعوا الاتنين لي انطاكيا وقعدوا هناك لي مدة سنة كاملة وكانوا بيكتمعوا فيها بالمؤمنين وبعلموا مجموعة كبيرة من الناس تعاليم المسيح وبردو انا سمعت انو في انطاكيا لي اول مرة الناس سموا اتباع سيدنا عيسى المسيحيين وبعد ذاك في مجموعة من المؤمنين المليانين بالصلاح والايمان والالهام الالهي قاموا سافروا من القدس لي انطاكيا واحد من الجماعة ديل كان اسمه اغابوس اغابوس دا اتنبأ بالهام من الله بواسطة السر الالهي انو حتاجي مجاعة كبيرة تعيم كل الامبراطورية الرومانية وبتذكر كمان المجاعة دي حصلت فعلا في عهد الامبراطورة الرومانية كولديوس وبسبب المجاعة دي اتباع سيدنا عيسى في انطاكيا غرروا ارسلوا مساعدات حسب استطاعت كل واحد منهم لاخوالنا المؤمنين في الغدس وكل الغدس وما حولها وفعلا جمعوا المساعدات دي وقاموا رسلوها مع برنابة وشاون اللي سلموها هناك لشيوخ المؤمنين عشان يوزعوها دا كلام صح صح دا كلام جميل اها يا جماعة في الوقت داك الملك هيروديس اغرباس اللي كان ملكه بيش من منطقة بلاد الشام الحالية قام بإضطهاد بعض المؤمنين وازاهم وكمان امر جنوده بانه يقتل يعقوب أخو يوحنى اللي هو واحد من المبعوثين الاثناشر ويقتلوا بالسيف فعلا كتلوه ولما شاف انه دا فرح شيوخ اليهود قام كمان وامر باحتقال بطرس في زمن الاحتفال بعيد الفصح اللي هو عيد الفداء وخطاه في السجن عشان يتحاكم محاكمة علنية جدام الناس بعد احتفالات العيد ما تنتهي اها وفي السجن كانت فيه اربع مجموعات من الجنود بتحدث بطرس بالتناوب وكل مجموعة كان فيها اربع جنود يعني المجموع كان ستاشر جندي اها اما المؤمنين كانوا متأثرين جدا وقلقانين وكانوا بيصلوا ويدعوا بشدة انه الله يحلقيت بطرس وينقل اها وفي الليلة القبل يوم المحاكمة بطرس كان مجيد بالسلاسل ونايم في السجن وكانوا حر سنه اتنين من الجنود وكمان كانوا واقفين على باب زنزانته وعدد من الجنود برضو وفجأة فيه نور ضوه في زنزانة بطرس وزهر ملك صح بطرس وقال ليه قوم يا بطرس الله ما ناسيك ابدا وبطرس صحة وطواري الثلاثة اللي تفكت من يدينه ووجعت بدون الحقاس والله ايوه والملك واصل كلامه وقال ليه بطرس بالوقت جايز وسط بسرعة وارح معاي ومع انه بطرس تبع الملك وطلع معاه لكن كان مفتكر انه كان فيه منام وما كان واعي انه ده فعلا كان حقيقة ومش حلم والملك مر من نقطة الحراسة الاولى والتانية بدون الحراس ما يلاحظوه لغاية ما وصل للبوابة الرئيسية اللي بطلعوا منها الناس على الشارع والبوابة دي اتفتحت والملك وطرس طلعوا من منطقة السجن ومشوا في الشارع ماشي الشعفون مقافزوا لشعفون وبعد داك فجأة الملك فارق بطرس وخلاه براه واختفع ايوا وبطرس ركز وقال دلوقتي انا تأكدت فعلا انه الحصل دا حقيقة واني ما في حلم وانه فعلا الله الرحيم القادر رسل لي ملك وانقذني من قسوة الحاكم هيرودوس وحكمه كان منتظرني وانجاني من الازى اللي كان اليهود بيتمنوه لي وبطرس بعد داك قام ماشى لدار مريم اسمها مريم ام يوحنة ويوحنة دا كان اسمه مرقص برضو في دار مريم دي كان في عدد من المؤمنين مجتمعين للصلاة وهم جوه الباب دقة وطلعت الخدامة روضة عشان تشوف الفي الباب منه ولما مشت وسمعت صوت بطرس ميزته وعرفته لكن من شدة الفرح ما فتحت الباب واجرت بسرعة وقالت للموجودين في الدار عارفين عارفين ما حتصدقوا بطرس واقف بره ويدوك في الباب ايدي؟ لا لا جد والله انا بتكلم جد سمي اتصاده بأضاني دي وعرفته بسرعة وسبتاشر واحد حارفين بطرس رسجون ممكن ده غرينو من الملايكة بيكون كده بطرس بي بره كان لسه بيدوك في الباب لما دق الباب كتير الناس جوه قاموا فتحوا الباب عشان يدخلوه ولما شافوه فرحوا وفي نفس الوقت استغربوا جدا وبطرس بعد ما دخل اشار ليهم بيدوك انهم ما يتكلموا وحكي ليهم القصة ووراهم كيف انه الله اعانوا وطلعوا من السجن وقال ليهم كلموا يعقوب كلموا يعقوب وكل الاخوان بالحصل ده ويعقوب ده يا جماعة هو اخ سيدنا عيسى الصغير اها بعد ذاك بطرس فات من قدام دار مريم وتوجه لمكان تاني اها يا جماعة لما النهار طلع حصلت بلبلة شديدة بين حراسة سجن بسبب اختفاء بطرس والحاكم مروريس لما عرف الكلام ده غضب جدا وامر الحراس بانهم يفتشوا بدقة ولما فتشوا مالقوه هيروديس استجوب الحرس وحكم عليهم بالإعلام وبعد ذاك قام مشاه من يهوزة لمدينة عيصرية وقعد فيها فترة هيروديس كان كمان غضبان شديد من سكان سور وصيدة والأن سكان المدينتين ده كانت مؤونتهم من الطعام بتجيهم من مملته عشان كده الجماعة دي الجام ورسلوا له ووفد يطلب منه السماح والعفو والوفد ده حاول وفعلا خلق علاقة مع بلاستس مدير مكتب الحاكم وبكده نجحوا واتمكنوا إنهم ياخدوا الإذن لمقابلة هيروديس في المعادة المحدد لمقابلة وفد سور وصيدة هيروديس استعدوا لبس زيه الملكي وقابل الوفد وقعد علي كرسيه وبيجا يخطب فيهم والحضور كانوا بيهتفوا يقولوا الصوت ده ما صوت إنسان صوت الله عديل ده ما صوت إنسان ده ما صوت إنسان أها وغريدوس ما استنكر الكلام ده وفي أثناء الخطبة الله رسل له ملك والملك ده ضرب هيروديس وفي نفس الوقت جاتوا علا بعد الضربة بيقدود ياكل في جسمه لغاية ما مات لأنه بدل التواضع قبل مشاركة الله في صفاته لكن بالرغم من بعض المعروقات في الفترة ديك كلام الله كان بينتشر ويسمر وعدد المؤمنين بيقى يزيد باستمرار طيب يا جماعة وبعدين يا فتات لا 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 أنا حاكي فينا يا جماعة كل ما خاطص فيها تكون تقبل قصة تحتاجوا خلوة يا جماعة تقبل قصة 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 تحية زروق إخراج تماضر شيخ الدين تقبل قصة تقبل قصة